من الأفكار المطروحة في ظل انسداد الأفق في الوصول إلى قانون انتخابي جديد هي التصويت على قانون ميقاتي شربل الذي أقرته حكومة رئيس نجيب ميقاتي وأرسلته إلى مجلس النواب التصويت داخل المجلس على مشاريع القوانين يجري مادة مادة بطريقة رفع الأيدي وبعد التصويت على المواد يطرح الموضوع بمجمله على التصويت بطريقة المنادات بالأسماء قانون الانتخاب هل يحتاج إلى أكثرية الحضور أم الثلثين فقط ليقر تفاصيل إضافية في هذا التقرير نحن لا نريد أن نفرط قانونا على أحد ولا على أي طائفة ولا على أي قوى سياسية يوما بين رفض السيد نصر الله طرح التصويت وتلويح الرئيس عون بدستورية خيار التصويت وشدد فخمته على ضرورة التقييد بأحكام الدستور ولا سيما منها المادة 65 التي تنص على أن القرارات في مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق وإذا تعذر ذلك لا سمح الله فبالتصويت موقفان متناقضان خلقا أجواء سلبية حتى لو لم ترتقي إلى فسخ التحالف فبحسب مصادر مطلعة فإن التلويح بالتصويت قد يعني الحث على الوصول إلى قانون انتخابي جديد والثنائي الشعي مستمر في قراءة المواقف إيجابيا إنما الجميع يدرك أن الوضع السياسي لا يحتمل التصويت مدام هناك قوة أساسية ترى أن الصيغة المطروحة على التصويت لا توافقها ومدام الثنائي الشعي يرفض قانونا لا يحظى بالتوافق ويهمش طوائف أساسية وتساءل المصدر المفاوض ماذا لو قاطع الدروز انتخابات نيابية لو فرض عليهم قانون خصوصا أنه جرى تداول الفكرة في الأسابيع الماضية وماذا لو انسحبت طوائف من مجلس الوزراء في أثناء التصويت في إشارة إلى إمكانية خروج الثنائي الشعي وحلفائه من الاشتراكي والمردة نحن وحزب الله نعتبر حالنا بخندق واحد لأننا من الفريق السياسي استراتيجي الواحد لكن لنا حق التمايز بمواقف مثل موضوع قانون الانتخاب لكن نحن أصلا كمان من صب الخاني اللي حكي فيها سمحت السيد حول إمكانية أو حول الطموح أن نوصل إلى توافق حول قانون الانتخاب وبالتالي لكن السؤال تابع زوصلنا قلصة المهل وما في عنون جديد ومصر في تصويت شو منعمل من ضل يعيش من روح على الفراغ الكلب هو ما بدون تمديد ما بدون فراغ ما بدنا نرجع على الستين وبالتالي حتما ساعة يمكن نروح إلى هذا الخيار يلي منتمنى ما نوصله يرفض المصدر التصويت في ظل كلام مفاده أن قانون الانتخاب مسألة حياة أو موت ويرى أن التفاهم هو الحل الأوحد حتما نحن ما ننبش على أزمة سياسية عميقة ولن أبدا طمحين أن نغيب مكون أساسي من نسيج السياسي اللبناني من العملية الانتخابية ما أنه أبدا هذا الطموح نية البعض استخدام ورقة رفض التمديد لتظهير الآخرين أنهم من دعاته أسقطها الرئيس بر وفق المصادر المطلعة وقطع الطريق عليها ليبقى أمام الأطراف السياسية خياران بعد استبعاد التصويت وهما قانون انتخاب جديد أو العودة إلى الستين فالقانون الذي يحظى بأوسع قاعدة للتأييد هو القانون النسبي مع دوائر المتوسطة بعشر دوائر أو أكثر التي تقسم كل محافظة دائرتين وبعضها ثلاثا تحفظ من خلاله هواجس المسيحيين والدروز وتشير المعلومات إلى أن اللقاءات مجمدة والاتصالات الثنائية مستمرة بين القوى كافة رواند أبو خزام قناة الجديد